رئيس نقابة نايلينجروب مستقلة نحكي لكم دلوقتي حكاية وسيطة قوي عن أزمة بيننا وبين رجل أعمال كان المفروض أنه هو ابتدى يمهد معنا الأمور ويعتبر النقابة دي جزء لها تجزأ من الشركة و جئنا أنه هو بدأ يسيب نفسه للمحامين وللإدارة اللي حواليه لدرجة أنه هم فهموا أنه فيه ابتزاز مننا احنا كعمال أو كنقابة أو تحريق وإحنا هيعلم الله أنه لا نتحرض ولا ابتزاز ربنا هيعلم أنه مخلصين للعمال ومخلصين للشركة وعاوزين الذين يمشوا بطريق واحد ده ياخد حقه وده ياخد واجباته إحنا مؤمنين بكلمة بفكرة حقوق وواجبات مؤمنين جدا القصة هيحكيها لكم الزميل عبد العزيز سيمان نعيده مجلس إدارة لنقابة ميل ليننجروب السلام عليكم عبد العزيز سليمان نعيده مجلس إدارة لنقابة ميل ليننجروب في المنطقة الحوارة بالأسكندرية وهو بداياتا أنه كان فيه ضغوط في الشركة عما سبق وأسسنا نقابة في 2012 وتم الإشهار وتم التفاوض خلال إدراب 8 ساعات وارتضينا مشوار التفاوض حق إنجازات كثيرة وأمن الاستقرار لهذه الشركة بفضل الله ولكن شهر أربع الحالي اللي احنا فيه كان المفروض في مناقشة الميثانية أو الميثانية الأرباح سنوية عن 2013 أثناء التفاوض على الميثانية أو أثناء إتمام عملية برامل اتفاقية ومعارفة هو العمال اتفاجئنا أن رئيس مجلس الإدارة جمع مجموعة من العمال بالمصانع وبيقول لهم الرقم المفروض اللي كانوا يعرفوه بطريقة معلنة قال لهم هو بطريقة طوى ده اللي موجود وده المتاح ودي أمور الشركة وكان فيه للأسف عبارة عن قصة بسيطة هو وزحها على الجميع اللي لفت انتباه الجميع وأثار غضب العمال أنه فيه جزئية مخصصة لرئيس الوزراء ورئيس ووزير الداخلية بيطالب أنه يتم أن الأوان لبترة هذه القلة لكتسير المشاكل في الشركات وهو كل يبيب للشريف طبعا هو بيتكلم عن نقابات المستقلة أو المطالبين بحكم العمال يشهد الله طبعا وقدامنا شوائد عظيمة داخل الشركة أن مصار اللي ارتدته الشركة والنقابة ماشى خلال الثمنتاشر شهر اللي فاته شيء منضبط جدا فيه جفاءة زادت فيه انضباط زاد حركة الحضور والانصراف كانت ممتازة جدا ولكن هذا الماقب أثار غضب الناس جدا جدا اضطرنا عرض الأمر على الزملاء الزملاء طبعا مرتدوش غير أنهم يقفوا وقفة اعتراضية في ظل أن المصانع شجال احنا من أول مبارح بالضبط يوم يوم 13-4-2014 بعد إعلان هذا الموقف للجميع كان قرار العمال أن احنا هنقفوا وقفة اعتراضية المصانع شغالة بزروف بتنظيم وردية التي تعمل تعمل وردية اعتصام وردية راحة في البيت لحفاظ على المستوى وعدم جهاد العمال ولازمنا نطالب سيدة ريسي مجلس الإدارة طلب أخه من أولاده وانه داخل الشركة باش مواندي استعيد ياريت ما يلتفتش لإدارة فشلت في 2012 إنها تحل مشاكل العمال لمحامي أبسط ما أقول عليه إن هو يسعى للارتزاق من خلف مشاكل العمالية أنا آسف في اللفظ شغل المرتزقة مش هينفع في النهاية ليننجروب نهاية ليننجروب شركة عظيمة دولية لها مستواها كل اللي عاملين فيها بيسعوا إلى تطبيق هذا النظام والسعي الأعلى مستوى ولكن هزي المعدل إن شاء الله تعالتي وإحنا منتظرين قدة فعل الشركة وما زلنا وبنأكد إن إحنا حبين جدا طاولة المنفوضات المطالب مطالب الشركة تألخصت الفترة اللي فاتت في بعض المطالب أشهرناها وقدمنا إشكالية وقدمنا طلب بوزارة الكوة العاملة وكان معانا وكي الوزارة والفاكس اتبعت لوزارة الكوة العاملة وهي بتقول بدل وردية 30% من الأساسي بدل مخاطر 7 أيام للعملين بالكامويات احتساب عدد ساعات بعد 8 ساعات إضافي مع احتساب ساعة راحة جطاع الصحة والسلام المهنية لا يخضع للقانون ونطلب المراكبة حضور ممثل العمال لإنعقاد الجمعية للعممية للطلع على الميزانية وتوزيع الأرباح يحضر مكتب محاسبة أو جهة مختصة للمراجعة على الميزانية خلال 5 سنوات الماضية واحتساب العشرة في المية لنسبة حول العمال وضع حد أدنى للأساسي لا يقل عن 500 جنيه سابت نسبة توزيع العلاوة السنوية احتساب عدد 30 يوم سنوية لمن له 10 سنوات تأمينية هذه ليست مطالب هذه حقوق للعمال ونطالب بتطبيقها داخل ناين لينون جروب في رد فعل الدورة من 3 أيام إلا الآن لم يتم أي رد فعل من النقابة إلى الآن عمال ناين لينون جروب من الإدارة لم يتم أي رد فعل مدارة غير التهديد بلاغات الكيدية تم عمل بلاغ تحريط بس مع عدد أفراد النقابة عدد مجلس إدارة النقابة وبعد الزملاء وتم تحريط أيضا من محضر مقابل اخترنا الأمن العام اخترنا وزارة القوى العاملة اخترنا وزارة الداخلية عن طريق اتحاد عمال مصر ديمقراطي اخترنا الاتحاد الدولي الاصطناعات ونحن شركاء معه في عمل نقابي جيد خلال الثمانتاشر فعل شهر المدارة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة